موسيقى صباح الخير وأهلا بكل مشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة من برنامج شبابك يا مصر برنامجنا لكل طلاب المجال الإعلامي أو الراغبين في العمل في المجال الإعلامي واللي بندهم فرصة الظهور الأول وحلقتنا النهاردة من خلال قناة الصحة والجمال فأهلا بكم وصباح الفد وأول طلابنا النهاردة هو يوساب مرحب بك يوساب أهلا سلام أستاذ محمود وأهلا بسادة مشاهدين يوساب بقى محضر لنا إيه النهاردة وورينا قدراتك الإعلامية وإحنا نتكلم عن الترند أو عن الشهرة مرض الشهرة الإنسان بطبيعته بيحب أن الناس يتكلم عنه بيحب كل واحد يجيب صورته بشيء كويس ده طبعا شيء حلو لما نيجي نتكلم عن الشهرة أو عن الترند نتكلم طبعا عن الشيخ محمد متولي الشعراوي البابا شنود ده رحمة الله عليهم البجرامي محمد صلاح السر مجدي عقوب كل دون يعني نمازج مشرفة نمازج مشرفة جدا نفتخر بيهم لكن في الحقيقة الناس بدأت عشان تعمل ترند مثلا واحد زي محمد أمصة يعني الناس تعاطفت معه جدا لما طلع شاب عندي 19 سنة مصاب بصراطران الدم ده شيء طبعا يحزن شاب صغير وحلو يعني الناس زعلت عليه جدا في الآخر هو يعني بيدحك علينا بيدحك على شعب المصر يا جماعة ان هو يطلع ان هو ده كله ترند بس خلينا نقول حاجة يوسف برضو خلينا نتكلم في ان فكرة مرض الشهرة بتيجي مننا احنا يعني احنا اللي بدأنا نحسس الناس ان اي شخص هيعمل حاجة معينة احنا هنديله الترند وهنركبه على الموجة وما إلى ذلك فوصلت ان الناس بدأت تبدع في الترندات بدأت يعني لدرجة ابدعاء المرض فبدأ الابداع يطلع من هنا محضرتك الناس اللي عملت كده برضو الشعب عليه لهم كبير لما يطلع واحدة تعمل في الهرم او سقارة تتصور بلبس يعني قذر مش كويس عشان تجيب ترند بس برضو الدنيا قلبت عليها يعني ايه ان هي اخترت غلط الفكرة غلط ما ترند العكسي اللي هو بيمشي شخص بيمشي عكس الموجة اه مثلا يطلع مغني صوت وحش جدا يقولوله كلمات اغاني يقولها غلط او عشان الناس تضحك ده حكنا مرة اتنين مش حاجة مش لطيفة اه ناس كتير بتعمل ترندات مثلا بنات التكتوك اه يطلعوا اه عشان يتاجروا بالبشر يروجوا لنفسهم اه عشان يكسبوا فلوس عشان يركبوا الترند في الحقيقة ده مش ترند ولا حاجة يعني انت لما تعمل كده اه ده ده فشل احنا بندور بس قلنا نقشك في حتة الموضوع بتاع الاتجار بالبشر ده لانه موضوع خطير جدا المشكلة في ان الشباب او البنات اللي في سن التسعتاشر سنة والتمنتاشر سنة كله عنده طنوح ان هو يكون عنده فلوس عنده عربية عنده شقة ففجأة يلاقي بنت عندها عشرين او اتنين وعشرين سنة رجبة عربية وايه معاها فلوس وايه وايه فهنا دي اللي هو بمعنى اصح الاغراء اللي بيلعبوا بيه على فكرة الشباب او على دماغ الشباب مو حضرتك طريق الالف ميل بيبدأ بخطوة ما طلعوش كده على طول بقوا ترند دولة تعبوا وحضروا واتثقفوا انا مبقاش يعني مش مثقف ومش محضر حاجة واعمل عايز اعمل شو كده واطلع وابقى الترند بس الناس اللي الناس اللي بتساعدهم اللي الخخص داي كونت الناس بتساعدهم يا فندم يعني مش ما يستحقوش حاجة والاسف بقوا قدوة للشباب انا يعني مثلا شايف المطرب الفلاني طبعا ما يستحقش حاجة بشغل اغانيه بقى ترند انا عايز امثله ممثل بيحرد على الفجور وعلى الارهاب خلاص بقت الشباب كلها كده خلاص انا شايف اني فلان مثلا الشخصيات العامة ما بقتش بتقوم بدورها المجتمعي في فكرة انهم يكونوا قدوة للشباب او حاجة الشباب يفتخروا بيها او يقتضوا بيها اه طبعا اذا بينشوف الشخصيات العامة بيطلعوا بتصرحات هزلية طبعا طبعا الشباب هتعمل ايه الشباب هتجيب من ايه يا فندم انا لما شاف فلان بدون ذكر اسمها هو عامل كذا وكذا وكذا طبعا ما انا لازم اعمل زيه ما هو ده القدوة ما هو ده الترند ما انا عايز بقى ترند زيه فانا لازم اعمل زيه اقتضي به حتى لو هو غلط فطبعا يعني ده دور سلبي جدا ترندات كتير اخر ترند اتنين متجوزين العروسة هعمل ده برضو ترند يا فندم ينفع يوم الفرح اه اه عمله تصدق العضوة ده كمان كان الترند بتاعه غريب جدا لان عاريس طلع وقال لك احنا كان نفسنا نتشهر وما قلنا نتشهر في الطريقة كده بالزبط فعملنا حاجة بنحبها اه يعني تخيل حضرتك اتنين متجوزين العروسة حامل طب ده شيء ده لما قال له كريستين حامل اه 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 يعني وفي الاخر هو بيدور على الشهرة طب ده مع حاجة ما تشهرش ده حاجة مش كويسة اصلا فدي اخر ترند معايا هو كمان تمام هما بيصححونا معلومة في الاخراج ان هي كان عاملين حفلة اساسا علشان يعرفوا نوع الجانين ده في الاخر يعني انا اللي سمعته بس الصورة اللي وطفت للناس ان هو عريس وعروسة بيتجاوزوا في الفوتو سيشن بدأ ياخد محمل تاني غير المحمل اه انا عنا شانا انا معرفش نوع الجانين الناس بدأت ان هي شايفة عروسة حامل طب ده شيء يعني غريب ازاي عروسة حامل ده حاجة مش كويسة وطلع الوضع ان هم بيعملوا حفلة علشان برضو يركبوا لغرض واحد اللي هو الشهرة ده الغرض بتاعهم عايزة عرف نصيحتك لكل الاشخاص مرضى لشهرة يا يوسائي انا طبعا اتمنى كل شاب انه يصقف نفسه يبدأ بحاجة كويسة ما يدورش ممكن يعني ايه يكون بيتمثل بواحد ما يكونش كويس لا انت اعمل الحاجة الكويسة تصقف اقرأ وفي الاخر ربنا هيوفقك في الحاجة الكويسة انت ممكن تقدم محتوى كويس يجيب مع الناس اعلى منك تقدم محتوى مش كويس يعني اقدم حاجة كويسة الناس تتكرق بيها يكون عندك فكرة كويس تقدر تقدمه والناس مع مرور الوقت هتحترمك والشهرة مش هتيجي في يوم وليه اكيد طبعا عايزة طبعا ومشور يكون يعني صحيح وسليم والناس تتعلم منك واستفد منك وتاخد وقته ممتع اكيد يوساب انا مبسوط جدا جدا بادائك ومبسوط جدا بارتك وشرفتني ونورتني وان شاء الله بايزن الله لك مستقبل اعلاني باه امين يا رب اتشرفت بحضرتك امين شكر لك خلونا نطلع لفاصل قصير جدا ونستقبل باقي طلابنا المتدربي اهلا بيكم بعد الفاصل متابعينا ومشاهدين في كل مكان ومعنا النهاردة تاني طلابنا المتدربين بشوي مرحب بيك يا بشوي اهلا بحضرتك استاذ محمود واهلا باستاذ المشاهدين بشوي انت بقى محضر لنا ايه وعايزين نشوف ابداعاتك ان شاء الله استاذ محمود النهاردة احنا هنتكلم عن موضوع مهم موضوع ادمان الانترنت اه طبعا يا استاذ محمود احنا طبعا عرفيني مميزات الانترنت فطبعا احنا يعني بنتواصل مع بعض عن طريق الانترنت وحاجات كتير جدا بنعملها يعني في الانترنت تمام اه وبنحب اوي ليه مميزات وليه سلبيات اجابيات وسلبيات تمام وبنحب اوي شعور ان احنا صورتنا عالسوشال ميديا تجيب لايكات كتير وكمنتات كتير جدا ونحب اوي كمية الصور والفيديوهات اللي احنا بنشوفها يوميا عالسوشال ميديا لناس مختلفين وكده بس الاسف من كتر احنا ما بنستخدم الانترنت احنا كده بندمن الانترنت لان احنا بيفرس في اجسامنا هرمون الدوبامين بكسرة اثناء استخدامنا الانترنت فبيتحول الموضوع لشيء معتاد او انت متعود عليه فلازم يكون متكرر في حياتك بشكل دائم لفترات قطع بالضبط فده بيجعاننا ندمن الانترنت طبعا يعني من السلبيات طبعا ادمان الانترنت ان احنا بنتعزل يعني عن اهلنا وصحابنا بنعيش في عالم غير واقعي وبنهرب من مسئولياتنا المهنية والدراسية يعني حاجات كتير مشاكل كتير بسببها ادمان الانترنت وبالتالي احنا بنكتئب وبنشعر بالقلق لان احنا مش بنعمل حاجة مفيدة طالما احنا مش بنفيد نفسنا او بنفيد غيرنا بالوقت اللي احنا قاعدين فيه على الانترنت فده يعتبر تضيع وقت تمام يعني وبرضو عايز اضيف لحضرتك معلومة يعني اللي بيدمن الانترنت للأسف مش بيبقى عارف ان هو بيدمن الانترنت هو حاجة انت بتعتبر عليها وبتبقى معاك بشكل متكرر فانت من كتر استخدامك على فكرة عايز اقولك ان كلنا مدمنين انترنت كلنا مدمنين سوشيال ميديا بسبب احتياجنا او استخدامنا دائم والمتكرر مفيش حد فينا بيقدر يستغنى عن الموبايل اليوم ومادام وصلت لمرحلة انك مش قادر تستغنى عن حاجة فانت كده بالفعل مدمنها بالزبط يعني احنا بنبتدي الاول ان احنا نقعد ساعة او ساعتين على الانترنت وبعد كده بتزداد عدد الساعات تدرجيا ممكن نقعد 8 ساعات في اليوم 9 ساعات في اليوم زي بالزبط اللي بيبتدي يشرب سجار بيبتدي الاول ان هو يشرب سجارة او سجارتين وبعد كده بيوصل لمرحلة انه يشرب علبة وعلبتين من السجار يوميا ادمان السوشيال ميدي وصل لاستخدام الموبايل في كل مكان حتى في الحمام يعني حقيقي طبعا بقى صحبة جدا طبعا طبعا احنا عشان نعرف نتخلص من ادمان الانترنت احنا لازم ان احنا نشغل وقتنا بحاجات مفيدة لازم ان احنا نخرج ونتعرف على اشخاص جديدة لازم ان احنا نخصص اوقات محددة لاستخدام الانترنت وما نبقاش قاعدين على الانترنت كده يعني من غير ما نستفاد طبعا احنا نعمل حاجة لازم نستفاد ونركز عليها لازم يكون في استفادة من الانترنت يعني نقدر نقول ان الانترنت زي ما هو وسيلة تواصل سهلة وبتقرب العالم من بعضه فهي في نفس الوقت بتعزلنا عن بعض بتخلينا اغلب الوقت مش عارفين نكون على تواصل باهلنا مش عارفين نكون على تواصل بنبقى عادين احنا واصحابنا في الكافيه كل واحد ماسك موبايله ما بنتكلمش مع بعض بالزبط حضرتك وبرضو لازم يبقى فيه رقابة من الاسرة على اولادهم يعني ما ينفعش الاباء والامات يسيبوا اولادهم ان هم يعودوا على الانترنت تعطوه تبتو على الانترنت كم ساعة يا بشوي يعني شوية يعني حوالي يعني على حقلال اليوم ممكن نعود خمس ساعات ست ساعات بس انا بقى شايف اللي ده انت محتاج رقابة صح اه لحقي تمام فلازم ان الاباء والامهات يعني يلزموا اولادهم ان هم يعودوا عدد ساعات محددة وان هم يستغلوا وقتهم على الانترنت في حاجات مفيدة تمام لان الديئة لو ضاعت يعني قصارب لازم الواحد يستفاد من كل ديئة في حياته عشان ينجح تمام لازم يعني كلنا استغلال الوقت هو مقياس النجاح واساس النجاح معك حاجة تانية محضر هنا ولا تحب تنصح الشباب بايه انصحكم يعني بلاش عاد على الانترنت كتير يعني فيدوا اوقاتكم ان انتو تلعبوا تمارسوا رياضة زي ان انتو تروحوا الجيم وان انتو تخرجوا مع اصحابكم وتزوروا اهلكم يعني فيدوا نفسكم وتعلموا حاجات جديدة اخدوا كورسات من وانتو صغيرين تعلموا حاجات كتيرة جدا ما تخلوش حياتكو تمر من غير اي انجازات بيشوي انا بشكرك شكرا جزيلا انا بشكر حضرتك ومجهودك الكبير معنا وانا يعني متوتر اسب شوية لا بالاكس انت بجد ممتاز جدا وموفق في مسيرتك الاعلامية ان شاء الله الله يخليك استصبح كل الشكر ليك يا بيشوي خلونا نطلع فاصل قصير جدا ونرجع لحضراتكم مع اخر فترات حقاراتنا وطلابنا كريم ومحرم اهلا بيكم بعد الفاصل وخلونا نرحب بكريم ومحرم اهلا بيك يا محرم واهلا بيك يا كريم اهلا بحضرك يا استاذ محمود محضرين اين النهاردة؟ موضعنا النهاردة عن الدنيا حزوز فيه ناس كتير قوي بتاخد ان الدنيا حزوز دي ان هو اراد حز ولا فدان شطارة ده مثل شعب كتير مشهور فيه ناس برضو ان هي بتنعي حزها ان هو يعني حزوهم مش موافقهم ان هما حزوهم دايما يعني سيء في الوجود الدنيا كلها يعني مش عبارة عن حزوز بس لا يعني ممكن نعرف اللي هو يعني الدنيا عبارة عن حز فعلا ولا لا ودي ممكن احب اعرف برضو فيها رأي كريم دلوقتي الدنيا من رأي انها مش حزة خالص هي الدنيا بتوفيق ربنا ده اول حاجة انت لو تعيبت واشتغلت على الحاجة دي هتوصل لكن هي مش بحز خالص هي ما اسمعاش حز هي الدنيا انت هتوفق اكتهد هتلاقي اكتهد بالظبط من جد وجد ومن حصد ومن زرع حصد فهي بتتعمل كده يعني تمام برضو زي يعني امثلة برضو على كده ان هو لو اللاعب نزل اللاعب اللي محدود في قلب الاحتياط لو نفترض مثلا المدرب بدل اللاعب واللاعب التاني ينزل في قلب الاحتياط ولاحق الماتش في قلب يعني قبل الوقت ان ما ينتهي وينجح الفريق بتاعه والفريق بتاعه كاسب ده بيبقى حظه كويس ان هو قدر يستغل فرصته يعني الحظ معناه ليه بعض الكلمات استغلال فرص ايوا بالظبط الحظ بيقابرة عن عدة كلمات كتير اللي هو الحظ ممكن يكون نصيب ممكن يكون عبارة عن فرصة فالواحد لما بيستغل فرصته كويس بينجح فيها برضو مهما يكون لو الواحد عنده اعقاد في حياته برضو ده ما يمنعوش ان هو يمارس حظه ففيه برضو ناس كتير زي مثلا الكاتب الكبير طالح حسين كان كفيف وقدر في الاخر ان هو يوصل لما يبقى عميد الادب الاربي فيه برضو ناس كلا زي برضو العالم الكبير الفيزياء عالم الفيزياء ستيفن هوكنز كان هو عنده يعني في خلال عشرينات اصيب بالمؤرض الشلل وفضل قاعد على الكرسي متحرك ولا بيتكلم ولا اي حاجة من خلال كمبيوتر بس بيكتب من عليه قدر ان هو يحقق نظريات ويحقق انجازات كبيرة او في علم الفلك والفيزياء الفضائية وان هو لغاية دلوقتي يعني بيدرس قلب الجماعات طبعا كريم بس انا اضيف ان الحظ مش كل حاجة برضو انت زي ما انا قلت هتتعب هتلاقي انا لقيت الناس بيتمشي بالمبدأ ده زي لدرجة ان هو بعيدة ربنا يقول اللهم ارزقني حظا طيبا حظا الدنيا لا وغير حظا طيبا كان ان هو بيدعي ان هو حظ الدنيا ونعيمة الاخرة ويسر لي كل امر عسير طب انت بتدع ربنا ان يديك حظ ما فهاش اسمها كده يا رب وفقني بس لكن ايه رب ارزقني بالحظ دي ازاي ما بتجيش كده خالص وكمان بالنسبة للحظوظ في واحدة تلعت هي مش ترند هي يوم 13 يناير حصل موقف ان واحدة اسمها رحمة تلعت بها ايش هي دي من زوجة كديرات الخاصة مع انها ما اسمهاش كديرات الخاصة هي ناس ربنا بتلاهم جالهم الـ 24 ارات الفرق ان ربنا غير لهم او بدل لهم اربع ارات بالضبط مثلا قدرهم في الحياة واخدينه بالضبط جالها اربع ارات مثلا ممكن يتغيروا في زوج صالح في ولد صالح في حياة في مال لكن لا اهو مش عشان انا ربنا بتلاهم ان انا تعبان مثلا او انا رجلي تعبانة او ايدي واجع ايدي مشلولة لا خالص مش هتعبق مش هقف مكاني والخلاص مش هوصل انت جده اجتهد زي ما حصل اللي تقول حسين مكان كفيف وصل وبقى عميدة الادب العربي زي ما قال زميلي محرم محرم برضو يعني الراحة بيستغله الفرص اللي بتجيله الحظ بتاعه زي برضو فيه مثال برضو على العالم اسحاق نيوتن نيوتن كان قاعد تحت الشجرة وفي الاخر لا التفاحة نزلت قدامه مفاختش التفاحة وقاعد وقال له انا حظي من السماء وبص ليه لو انت محرم كنت اكلت التفاحة كنت اكلتها لو اي حد تاني كان كلها بس نيوتن قاعد فاقر يقول لي ازاي التفاحة نزلت على الارض وقاعد يبحث ويدور لحد ده ما وصل القانون الجاذبية الارضية وقانون ده الناس بقى تستخدمه في حاجات كتير جدا فيه برضو مثالة كتير او زي مثلا لو الفنان داخل مسلسل وبعد كده اعتذر عن التمثيل فجيب ده له ممثل تاني يشتغل في المسلسل كويس لحد اما المسلسل نجح ومشتهر به فهنا هو نصيب وتوفيق نصيب وتوفيق كريم يعني مثلا زي يا حضرك لما قلنا في الاول ان فيه المسل الشهير لحد ما اللي هو اراد حظ على فدان شطارة انت لو معك فدان الشطارة هتوصل من غير اراد الحظ ده تفكير والذكرة بالضبط لو انت رئيس مجالك او يعني مهتم بمجالك وشاطر في مجالك عمتن يعني هتوصل من غير الحظ خالص اكيد كل شخص بيكون ليه فرص واستغلال الفرص هو اساس النجاح محرم شرفتني ونورتني كريم شرفتني ونورتني وموفقين ان شاء الله كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة وان شاء الله نلتقي قريب